المجلس يعتبر بوابة هذه المشاريع أي مشروع ينفذ لجهات حكومية في الدولة يجب أن تمر عن طريق المجلس البلدي لتخصيص الأرض المساحة والاستعمال وعلى ضاها تسلم للجهة وبعدين يتبلش في إجراءات تنفيذ هذه المشاريع ثلاث أطراف مهمة يجب أن تتعاون لتنفيذ المشاريع بلدية الكويت والمجلس البلدي وأيضا الوزير طبعا جميع المناطق السكنية سوف تدمر مع الوقت لا أحد يستانس بأن منطقة إليح مواصلين لها بعدين مع الوقت تدمر لأنه إذا ما أحد قاعد يمنعه ولا أحد الآن تمنعه ولكن الرقابة يجب أن تكون قوية نظام البناء إذا ما طبق بيصير كل شيء نفس الجليبة كل مناطقنا راح تتحول مع الوقت بها الكيفية فإذا كانت الرقابة من الأول موجودة من البلدية ومن الجهات الأخرى كما صار لصار حياكم الله فيه نبض الشارع أنا أحمد العلوش وحييكم وعلى بركة الله نبدأ المشوار اليوم مشاهدين محاورنا مختلفة ومتنوعة راح يجاوب عليها ضيف واحد وهو الدكتور حسن كمال عضو المجلس البلدي حياك الله معنا دكتور حسن الله يحييك أخوي أحمد وشكرا على الاستضافة وسعيد بأن أكون معاكم اليوم نحن سعداء وعلى الرحب والساعة دكتور بالبداية المجلس البلدي اعتمد تعديل القرار الخاص في شأن التوسعة الشرقية لمدينة جنوب سعدل العبدالله السكنية نبي آخر ما جاء في هذا التعديل وهمية هذا التعديل بسم الله الرحمن الرحيم يعني الموضوع هذا ناقشناه في الجلسة السابقة في المجلس البلدي ومدينة سعدل عبدالله أو جنوب سعدل عبدالله هذه منطقة طبعا مخصصة للمؤسسة العامة الرعاية السكنية وتسع تقريبا لثلاثين ألف واحدة سكنية خلال السنوات السابقة أيضا تمت الموافقة على توسعات في جنوب شرقها وجنوب غربها ففي توسعها الآن كانت موافقة عليها سنة 2021 وكان مساحتها ثمانية وستة من عشرة كيلومتر مربع الآن عندما تم تسليم هذا الموقع إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية كانت هناك بعض العوائق عوائق متعلقة بمحطة شبد للصرف الصحي هناك اشتراطات بيئية بأنه لجب أن تكون في مسافة وأيضا هناك بعض العوائق الخاصة في وزارة الكهرباء والماء وجود أبراج ضغط العالي للكهرباء وأمور أخرى فبناء على هذا العوائق تم تقليص المساحة فهو لا يعتبر تخصيص جديد كتوسعة نفس التوسعة التي كانت بالعكس تم تقليصها إلى تقريبا مساحة ستة وثمانية من عشرة كيلومتر مربع فهذه المساحة الآن بعد التعديل من المفروض بأن تكون بدون عوائق طبعا هذا الطلب كان من المؤسسة العامة للرعاية السكنية لأن وقت تسليم الأرض أو استلام الأرض من البلدية كانت هذه العوائق وتم التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى الأراضي أو العوائق تابعة لجهات حكومية فتم التنسيق بالنهاية تفقوا بأن يقلصوا المساحة هذه الآن المساحة مفروضة تكون بدون أي عوائق دور المؤسسة الآن بأن هذه المساحة تدخل في برنامجها وطبعا تبني البنية التحتية وتقوم بالتوزيعات وتكون امتداد لمشروع جنوب سعد العبدالله تأخر المشروع دكتور حسن يعني أنت دورك كمجلس بلدي أنك أنت توفر الأرض تم توفير الأرض وقررته التعديلات الأخيرة أنك تسلم الأرض من غير عوائق متى نشوف المشروع إن شاء الله يتم توزيعه يعني لو تشوفون المشروع يعني هذه المساحة هي امتداد لجنوب سعد العبدالله المؤسسة العاملة للرعاية السكنية يعني بدأت في توزيع المساحات هذه يعني لو تشوف على دفعات قاعدت توزيع المؤسسة مع أنه بالأساس بداياتها كانت توزيعات متسارعية لأنك وشوي تبطأ أعتقد فالآن تدخل هالمساحة من ضمن المساحة السابقة فهذه كلها يعني الآن مسؤولية المساحة العاملة للرعاية السكنية يعني تنفيذ البنية التحتية عقود البنية التحتية لأنها تعتبر عبارة عن قطاعات إضافية لو تشوف أنت خطط المناطق كلها عبارة عن قطاعات متعددة في وحدات سكنية بخدمات متكاملة فهناك عقود للبنية التحتية توقعها المؤسسة وبعد انتهاء من البنية التحتية كشوارع وخدمات أخرى وتوزيع للغسائم هذا بناء على المخطط الرئيسي هنا تبدأ مراحل التوزيع فالتوسعة تدخل مع المنطقة الأصلية وإن شاء الله يعني مفروض تدخل في برنامج التوزيع اللي هي مسؤولية المؤسسة العاملة للرعاية السكنية قبل ما ندخل على المحاور الأخرى نبي تعليقك قراءتك يعني آليات التعاون بين المجلس البلدي وبين البلدية بشكل عام يعني ثلاث أطراف مهمة يجب أن تتعاون لتنفيذ المشاريع اللي هي بلدية الكويت زين والمجلس البلدي وأيضا الوزير لأن المشاريع والمواضيع التي تعرض على المجلس البلدي تجينا من الجهاز التنفيذي في البلدية فهذا الموضوع اللي يجينا منهم يجب أن يكون مدروس بناء على القانون 33 على 2016 بأن يكون الموضوع مدروس بشكل متكامل قانونيا وتنظيميا وخطط هيكلي فهذا المواضيع لما نتين المعاملات والمواضيع مدروسة بشكل صحيح بالإذار طبعا ننسيت أقول بأن الرأي القانوني يجب أن يكون مشمول فلما نجينا الموضوع بشكل متكامل هذا كله طبعا رح يساعد نحن في المجلس البلدي باتخاذ القرار المناسب إن لما القرارات تكون واضحة وسليمة نحن نتخذها بعدين المرحلة الأخيرة النهائية هي دور الوزير في اعتماد قرارات المجلس يعني دور الوزير هو قبول أو رفق قرارات المجلس البلدي فهناك عند أيضا كل وزير عند لجنة فنية وقانونية تراجع الغرارات إن في بعضها تتغير بعضها تتعارض بعضها سليمة وأيضا طبعا الوزير عادت أن يمثل مجلس الوزراء يعني في مشاريع مهمة ضرورية في مشاريع تنموية تحتاج إلى استعجال في مشاريع أيضا تحتاج إلى توضيح أبعاد مختلفة فإحنا بودنا بأن هذه المشاريع تمشي بس دور المجلس البلدي أيضا ودي أرجع نقطة إلى الخلف بأن دورنا إحنا في المجلس البلدي مهم لمشاريع الدولة بشكل عام لأن المجلس يعتبر بوابة هذه المشاريع أي مشروع ينفذ لجهات حكومية في الدولة يجب أن تمر عن طريق المجلس البلدي لتخصيص الأرض المساحة والاستعمال وعلى ضوها تسلم للجهة وبعدين يتبلش في إجراءات تنفيذ هذه المشاريع مشروع طريق لازم مشروع اسكان لازم يمر علينا مشروع أيضا للكهرباء لازم أي موقع أي شبر يحتاج إلى استعمال يجب أن يخصص عن طريق المجلس البلدي وبعدين يروح للجهة طبعا تخصيص المساحة والأبعاد والاستعمال فمفروض الدراسة تكون متكاملة إذا هناك تعاون والآن في تعاون يعني بيننا بشكل عام عادة أكو تعاون على المشاريع الدولة بشكل عام فأكو تعاون بين جهاز التنفيذي والمجلس وأيضا الوزراء لأنه على اختلافهم فكل مرة يكون اهتمامات معينة ندفع بالمشاريع الرئيسية في الدولة متأكد ذكرت أن المجلس البلدي يطرح بعض الأمور والقبول والرفض يكون عند الوزيرة أو الوزير عفوا مثل لائحة اشتراطات البناء تعديل رافضه كان قبل موافقة من المجلس البلدي وتم رفضه من قبل وزيرة بعدين تمت موافقة بلايحة جديدة أو تعديلات على هذه اللائحة شون تقيم اللائحة التي طلعت لائحة اشتراط البناء نحن لائحة اشتراطات البناء هذه لائحة مهمة يعني هي لتحدد النظم البناء على مستوى الدولة بشكل عام وهذه اللائحة هي متعددة ونحن البلدية قسمينهم إلى جداول وكل جدول يعتبر استعمال يعني جدول رغم واحد هو للسكن الخاص جدول اثنين للسكن الاستثماري أو الاستعمال الاستثماري بعدين استعمال تجاري جدول آخر جدول المناطق الحرفية واخرى وعندنا منطقة اقتصادية وعندنا الزراعات فكل استعمال لجدول يحدد وينظم عملية البناء في هذه القطع فإحنا خلصنا من لائحة البناء السكن الخاص فلائحة السكن الخاص طبعا الجدول رغم واحد خلصنا فالآن ندخل على جدول الاستثماري فراجعنا ولكن كان هناك طلب من جاز التنفيذي بأن هناك بعض التعديلات ودهم يعطونا إياها على أساس أن يحدثون الجدول وخلصنا من جدول خاص لمنطقة عبدالي الاقتصادية طبعا هاي تشجيع استثمار مباشر عندهم هالأرض وعندهم ثلاث مواقع طبعا اقتصادية العبدالي صار فيها تحديد المساحات والقسائم والاستعمالات والكثفات فهذه كلها تغريبا طبعا خلصناه وأيضا كان عندنا جدول خاص لأبراج اتصالات هذه اللي خلصناهم الجدول طبعا عادة اللوائح تروح طبعا بعد ما ترفع لنا من جاز التنفيذي احنا نراجع نحط عليها تعديلاتنا ونقبلها كما هي تروح للوزير مكتب الوزير طبعا عنده جهاز فني يراجع اي تعديل موجود وبناء على هالتعديلات هذه اذا موجودة أو اللوائحة بشكل عام وافق يعترض مفروض يوافق ويعترض ما يغير يعني هي بشكل عام حتى لو تغيير يكون في تعديل معين ان اللوائحة يغير المضمون بشكل متكامل فهذا اللي يعني قاعد سيروياننا السكن الخاص راجعناه بشكل متكامل كان هدفنا بالسكن الخاص ان نمنع هالفوضى الموجودة حاليا اللي تتعلق في زيادة الكثافات وايضا خلال اربع سنوات او الخمس سنوات الاخيرة لقاينا هجوم تغريبا كبير من المستثمرين تخلو السكن الخاص لاستثمار في السكن الخاص وهذا ايضا معناته كثافات اضافية مشاكل اجتماعية ظروف اخرى هذه كلها تحديات كانت موجودة خليناها في اللائحة هذه المعدلة اللي تعطي بساحات تعطي كثافات وايضا المدير العام ما يحتاج بعد استثناءات يعطي مثل السابق الان كلها بشكل متعادل الكل يقدر ياخذ هذه الاستثناءات بشكل رسمي عن طريق المكاتب الهندسية فكانت العملية مو سهلة بشكل عام لان تتعلق ايضا بجهات اخرى البلدية عندها رقابة بس ايضا اكو جهات اخرى ايضا مسؤوليتها الرقابة الكهرباء مسؤولية بالرقابة الوزاعة مواصلات بطاقة مدنية داخلية عدة جهات مسؤولة عن الرقابة فيحتاجون الى التعاون متأث واذا ما تعاونوا يعني احنا هذه الرسالة يعني يجب ان نكون صارمين في تطبيق القانون يعني التعريف الاساسي بان السكن الخاص هي السكن عائلة واحدة ففعليا الان صارت العائلة الواحدة وامتدادة يعني الاب والابو وعياله وامتدادة بعد من ابناء واحفاد يعني لان فعليا الاب السابق تم ترخيص شقتين فوق شقتين اللي بالدور الثالث خنقول على حسب او ارضي يعني اول ثاني ثاني يعني ارضي اول ثاني الشقتين هي بالاصل بالسابق يعني تم تشرح في المجلس المجالسة البلدية السابقة لكي تكون لخنقول ابناء الساكن يعني الان كانت مشاكن ايه يعني يمكن الواحد يأجر بس بالاصل حق عياله يعني فالشقتين اللي موجودين هذه الحن يعني هي رسمي تعتبر وحدتين والارضي والاول طبعا وحدتين بالسابق كانت اذا بتقسمها الى ثلاث ادوار يعني ثلاث وحدات هم كانت مشكلة بان الخدمات ما تريد تخليها نوع من التحايل يصير بطريقة معينة ويعملونها الان تقدر انك تخلي بحد اقصى ثلاث وحدات سواء كل دور والاشقتين والدورين مدموجين والنظام السلالم والمصاعد وكانت في فئة يعني ايضا متضررة اللي هي مساحة اراضيها من اربعمية واحد لاربعمية تقريبا ستين يعني لمساحة ارضها اربعمية واحد ياخذ نسبة منه ثمانمية واربعين متر مربع كمجموع في مقابل اربعمية متر ياخذ تسعمية وستين متر مربع فالان اللي صار بان اذا انت اربعمية واحد اربعمية وعشرة اربعمية وعشرين انت تقدر تتفع الى تسعمية وستين بحد اقصى نسبة البناء ايه نسبة البناء لانا لو تشوف المعادلة في الاربعمية متر نسبة البناء هي عبارة عن ميتين وعشر بالمية زائد امية وعشرين متر مربع مقطوعي طبعا هذا اللي أقربه بالسابق لا يحسب السرداب من النسبة لا السرداب طبعا ما ما يحسبه من النسبة فالحين اللي 401-410 يعطونك مساحة بينها تصل إلى النسبة يعني تصل إلى 960 200 مربع أو 210 أيهما يعني أكثر ممتاز يعني اللائحة الجديدة يعني غلت يعني وما خلت فيه باب حق الاستثناءات يعني الكل متساوي فيه لائحة معينة فيه أرقام معينة نسبة بناء معينة وهذا شي يعني ما لقيته عليه ملاحظات من قبل جهاز تنفيذي يعني يعني كانت الدراسة طبعا موجودة وإحنا بشكل عام يعني إحنا قاعد نشوف شنو حاجة المواطن يعني الحاجة الفعلية مثل ما قلنا بضع التوزيع يعني الكل يدري بعد ما هو السر بأن فترة انتظاره عبارة عن عشرين إلى خمسة وعشرين سنة صحيح عشرين سنة تأخذ أرضك وعلى ما يخلصون الحين لأنه تأخذها على الورق الحين على ما يخلصون بنية تحتية خمسة وعشرين إلى سبع وعشرين سنة انتظاره يعني فهذه الفترة الطويلة هذه عيالك كبروا متزوجين بعد فبدل لا يروح يدور السكن مع ارتفاع سعار الأراضي واستفاع سعار الأجارات الآن السكن كوحدات سكنية للعوائل الناشئة من عيالنا الكل وده يوفر لسكن بالنهاية حاتي عياله الواحد صحيح فاشلول نوفر هالمساحات تم تضمينها باللائحة تقدر ترتاح يعني تقدر تبني هالوحدات هذه وعندك حاجاتك ومثل ما تفضلت يعني كان السرداب يعني هم ومحسوب طبعا عادة السرداب يكون الاستعمالات خينقول الاجتماعية والاستعمالات خينقول العائلة نفسها بس مو عادة السكن وحدات سكنية فهذه الخدمات تروح تحت فتكون هذه المساحات كاملة موجودة في القسم الوحدة ممتاز دكتور حسنة بننتقل إلى ونتعرف على اللي تضمن الموافق على مشروع تطوير وإعادة تأهيل واجهة الشواخ البحرية المقابلة لمركز الشيخ جابر الله أحمد الثقافي يعني فعلا هذا الموضوع ناقشنا أيضا في الاجتماع الأخير في الجلسة الرئيسية وتم اعتماد المساحات والاستعمالات لهذا المشروع طبعا لو تشوف الواجهة البحرية هذه يعني امتدادة من شركة بيترول وطنية ممكن على البحر زين فالمساحة هذه هناك تبرع من أحد البنوك الوطنية لتطوير هذا الشاطئ احنا كان موضوعنا عبارة عن الاستعمالات وتوزيع الانشطة داخل هالشاطئ الشاطئ بالموقع هذا المميز نبي يكون أيضا شاطئ طبعا يخدم الجميع وفي الخدمات اللي ودنا تكون موجودة في الكويت الشاطئ عبارة عن أربع مراحل كل مرحلة تقريبا فيها بعض الانشطة بس بشكل عام هناك مساحات موجودة للملاعب مثلا مساحات موجودة للساحات الاسترخاء مساحات خضراء موجودة مساحات موجودة أيضا هناك شاطئ طبعا للسباحة شاطئ عام يكون موجود فهذه الاستعمالات كلها موجودة كساحات مفتوحة وأيضا هناك بعض الأنشطة المغلقة ضمن هذا الموقع هالأربع مواقع وأيضا بعض الأكشاك التجارية فهذه يعني نتمنى بأن المشروع الآن طبعا قيد التنفيذ فهل الاستعمالات هذه رح تساعد طبعا البلدية وأيضا أي مستثمر مستقبل يدير هالمكان بأن يوفر هذه الخدمات وطبعا هذا الموقع سوف يخدم الجميع ينتهي دور المجلس البلدي بعد هذه الموافقة ولا يتابع الأعمال يعني مثلها مثل السكن أنها تحرر الأراضي وينتهي دور للجهاز التنفيذي الآن هالمشروع بالذات لأنه تابع بلدية الكويت البلدية اللي قاعد تنفذ يعني جهاز التنفيذي قاعد ينفذون فإحنا رغبتنا أيضا مع الجهاز التنفيذي عند أي تعديل وأيضا في متابعة أيضا سرعة تنفيذ هذا المشروع بس خصوصية هذا المشروع بأن هناك متبرع فالمتبرع هو يعني أيضا قاعد يتابع مشروعه في أيضا التنفيذ دورنا نحن الأهم بأن نشوف كيف يتم استغلال والاستفادة والاستعمالات الموجودة في هذا الموقع يجب أن يخدم الجميع ويكون شيء مميز ممتاز نبي نتعرف دكتور حسن على دوركم في المجلس البلدي يعني خدمات المناطق السكنية مدعومة من الدولة بغرض طبعا السكن الخاص السؤال وما فيها استثمار السؤال لنا اليوم في معظم المناطق السكنية تحولت إلى إيجارات دوركم في المجلس البلدي في هذا الشيء طبعا دورنا نعكس باللائحة لائحة السكن الخاصة اللي قبل شوي ذكرناها يعني ما بغينا اللائحة تشجع المستثمرين بأن يدخلون في السكن الخاص كانت هناك بعض الأفكار بيوت تقسم يعني طوليا وتقسم بطريقة من الطلع عدد كبير من الوحدات زين بالإضافة إلى حتى السراديب يعني تدوبة سردابين وأكثر بس دكتور أنت تقصد طوليا زيادة مترين كانت باللائحة أنها توصل إلى 20 متر طوليا أقصد أنا بأن ارتفاع البيت لا طوليا كنت أقصد يعني بأن بعض البيوت كان بيتين متلاسقين يسيرون يعني عرفت الشون فلما تخلي بيتين متلاسقين تعطي خدمات متكاملة تعطي مصعد مني مصعدين سلالم مصاعد كل ما تزيد السلالم والمصاعد داخل البيت كل ما تساعد على التقسيم والأجار يعني ما داخل وغيرها للبيت فهذه كلها طبعا تأثر على أسعار العقار وأيضا تأثر على الكثافات داخل البيت وتأثر على الفريج والمنطقة وأمره وخدمات البنية التحتية المصممة بالأصل في هالمنطقة فإحنا كان دورنا بالبداية بأن يا جماعة إذا تبعوا زيدون الكثافات صمموا مناطقكم بالكثافات اللي ديدة صمموا البنية التحتية والارتدادات وخدمات الكهرباء والأشغال والماء وهذا كلها بناء على الكثافات اللي ديدة إلى الآن يعني السكن الخاص مثل ما قلت التعريف للأسرة الواحدة مع امتدادها ومفروض بأن الكثافات تكون محدودة في الأربعة ومتر على سبيل المثال يعني يكون بيوت قديمة مثلا غرب المساحات الآن ألف وسبعمائة وغمزين صحيح فهذه كلها يعني الآن لو تلاحظ مع المتين وعشرة يستطيع أن يسوي أربع بيوت بالألف مثلا يمكن أكثر فالكثافات هذه يجب أن تأخذ بالاعتبار الآن ما حد قاعد يسوي حتى الأحواش الداخلية البلدية في الرقابة وأيضا يجي دور البطاقة المدنية يجي دور الداخلية يجي دور عدة جهات يعني يجب أن يكون لهم دور في منع هذه التجاوزات ولاحظنا بأن التجاوزات بطريقة مرعبة كانت تصير يعني قسيمة واحدة فيها تقريبا 36 استيديو مثل استيديو طبعا مو حقي كويتيين الدخل في منطقة سكنية سكن خاص وتخلي هالكثافات موجودة هنا دور الجميع يعني بأن يجب أن يتعاونون واللائحة خنقول وإذا صارت الرقابة ضعيفة طبعا جميع المناطق السكنية سوف تدمر مع الوقت لاحد يستانس بأن منطقة إليح مواصلين لها بعدين مع الوقت يعني تدمر لأن إذا ما حد قاعد يمنعه واللائحة الآن تمنعه ولكن الرقابة يجب أن تكون قوية الحين خنقول في المرحلة اللي احنا فيها يجب أن نميز بأن هناك أراضي توزحها المؤسسة العامل الرعاية السكنية وهي تقربيا أغلب الأراضي الموجودة في الدولة كأسكان وأكو أراضي البيع الحر الموجودة هذه أيضا محدودة يعني موجودة فلو تلاحظ المؤسسة العامل الرعاية السكنية أراضيها الدولة لها رقابة مفروض ولها قوانين تستطيع أن تمنع هذه التلاعبات اللي قاعد تسير يعني في البناء والكثفات اللي ديدة والأجار لأنه رعاية سكنية بالنهاية ولكن البيع الحر الأغلب قاعد يدخل فيك استثمار يعني في السكن الخاص وإحنا اللي قاعد نقول يعني بطريقة بأن السكن الخاص يجب أن لا يشجع للاستثمار يشجع الاستثمار صحيح اللي عنده يبي يستثمر عنده الله يرزقه و الله يكثر من خيره ولكن شنو يذهب إلى الاستثمار يدخل استثماري وتجاري وغيره فعلشان شيذي يعني الرقابة يجب أن تكون قوية أكثر من الحين ويجب أن يمكنك تعاون وهذا دور طبعا مجلس الوزراء بشكل رئيسي لأنه عدة جهات موجودة هي المعنية خصوصا ذكرت الدكتور حسن بأن تعديل لائحة البناء بالسكن الجديد لكن نحن نتكلم عن البيوت اللي مسكون والمناطق القديمة اللي مسكون ما يحتاج إلى تعديل لائحة البناء لأن البيت مشيد وفي ناس سكن نحتاج إلى تطبيق القانون تطبيق القانون إحنا هنا عانينا بمشكلة بالبيوت القديمة البيوت القديمة نسير عمره خمسين ستين سنة تسير بيوت ورثة يعني بعض المناطق يعني لمن نوصل هالمرحلة تلقى يعني البيت موجود ما زال ورثة على النظام القديم ما يبي يهدمه ما يبي يبنيه يبي يخلونه على ما اتصافون ولغيرة فيؤجرون إلى العزاب بعد هنا هي هذه مناطق العزاب ودخولهم في المناطق السكن الخاص هذه قصة أخرى قضية أخرى القوانين الموجودة يعني الأخيرة اللي كانت قوانين أراضي الفضاء مفروضة تساعد يعني بمنع هذه التجاوزات الموجودة الفكرة كانت بأن منع الاحتكار في السكن الخاص لأن هذه قضية أيضا يعني رفعت أسعار العقار وأسعار الأجارات بشكل رئيسي وأيضا المستثمر طبعا أغلبهم يعني دعشهم كاستثمار يعني فهذه مفروض أراضي الفضاء يعني كان قانون وأيضا قانون آخر بالحد من استملاك داخل السكن الخاص باشتراطات معينة يعتمد على حجم الأسرة وغيرها وبناء مدينة العمال سكن العمال المطروحة عشان يكون زحف العمال إلى المدينة مدينة العمال ما يروح للسكن الخاص الآن وجود المدينة العمالية مهمة يعني عرفتش شون احنا الحين أكون نقطة بأن نحاول قدر مستطاع نوفر مساكن للعمال مثلا في المصانع يعني خليناهم مثلا يأخذون عشر من مساحة الأرض يعني يسوي الله سكن لعمال هو على أساس لا يوديهم يعني بأماكن أخرى وأيضا يكونون قريبين يخفف الزحمة التلوث وأيضا وحق تاجيته يكون أفضل وأكو بعض المناطق العمالية اللي تم بنائها في صبحان وغيرها هذه طبعا كانت إيجابية وهيئة الشراكة كان لها دور في المدن العمالية تم تخصيص عدة أراضي الشمال والجنوب والكويت وأيضا بالغرب فنبي سرعة تنفيذ هذه المدن العمالية راح تساعد بس أيضا هناك عمالة موجودة في كل محافظة تابعين الأسواق وغيرها يجب أن تنظم بطريقة معينة لأن اللي ساكن بالسالمية ما راح يروح يسكن اللي يشتغل بالسالمية ما راح يروح يسكن بالمطلاع ولا بالجارة يعني فالي أقصد هذه العمالية يجب أن تنظم بطريقة أن ناخذ فكرة المدن العمالية بشكل جدي وبناء المدن العمالية سوف يساعد في حل هالموضوع بشكل سريع دكتور حسن احنا ذكرنا عن خدمات المناطق السكنية اللي مدعوموا من الدولة عشان السكن الخاص وتكلمنا عن السكن العزاب الآن احنا بنروح إلى منطقة غير صالحة السكن وصارت بيئة طاردة للعزاب يعني هي ما تصلح حق العزاب صاروا يطلعوا منها ويروحون إلى السكن الخاص وهي منطقة جليب الشيوخ تعليقكم دكتور حسن يعني منطقة الجليب الوضع هناك مأساوي في المنطقة والوضع المأساوي لعدة أسباب يعني تم أهمالها ليمكن أكثر من 15 سنة انتغلت الكثافات كلها إلى المنطقة خاصة بعد تثمين يمكن خيطان قطعة 3 أو 4 التي وزعت للمؤسسة العام الرئيس السكنية المواطنين فانتم الانتقال والكثافات اللي هناك والشركات اللي قاعدة تسكن هالعمارات القديمة والبيوت القديمة تحولت هذه البيوت بطريقة معينة إلى سكن للعمالة بشكل يعني تكلفة أقل بس الكارثة هناك بأنه لا توجد خدمات يعني أيضا وزارات الدولة مقادرة توفر البنية التحتية وخدمات البنية التحتية فيها وأيضا الرقابة صعبة لجميع الجهات فكأنها المنطقة خارج ضاقة تقطية الكارثة بأن هذه المنطقة موقعها المميزة الآن يمن المطار تقريبا بالسابق كانت بعيدة الآن تقريبا محاطة مناطق سكنية موقعها مميز يعتبر فهذه المنطقة كانت هناك عدة تفكار مرة صارت مثل الذهبي أيضا دولة مثلا فترة كانت أيضا رؤيتها بين تتحول مناطق استثمارية وغيرها لأن موقعها المميز هذه المنطقة إذا منشوف أهميتها نستطيع أن نميزها أيضا بموقعها الجغرافي في استعمالات مستقبلية أفضل من الحالي والنقطة اللي بعلق الجرس بأن المناطق الأخرى اللي قانت تكلم عنها بأن نظام البناء إذا ما طبق بيصير كل شيء نفس الجليبة كل مناطقنا راح تتحول مع الوقت بهالكيفية فإذا كانت الرقابة من الأول موجودة من البلدية وملجات الأخرى كان ما صار لي صار فهذا الآن الموقع محتاجين بأن المنطقة هذه تعالج بشكل فوري وغير الجليب أو مناطق أخرى يجب أن الحكومة تكون صار ما في مستقبلها دكتور حسن كمال إحنا وصلنا وياك للختام إذا في كلمة خيرة حاب تقولها فتفضل أنا بالأخير ودي أن أشكركم على تسليط الضوء على القضايا المهمة سواء على مستوى البلد وأيضا على دور مجلس البلدي وأيضا جهاز التنفيذي اللي يعني هناك جهود كبيرة صحيح أن في هالفترة قاعد نسمع ونشوف بعض الأمور السلبية يعني يمكن الواحد يضيك خلقه ولكن نحن متفائلين بأن الحمد لله نحن في ديرتنا يعني عندنا شباب على مستوى عالي يعني من الثقافة من الدراية من العلم وأيضا من الحماسة أو الحماسة اللي يطورون البلد فأنا عندي موارد مالية وبشرية وعندي موارد فكرية كثيرة نستطيع أن نبني يعني هذا البلد ونطور الأمور إلى الأحزن الآن مثل ما ندري 70% تقريبا من مواطنيننا هما شباب فإحنا نعول بأن المستقبل إن شاء الله مشرق نحتاج إلى برنامج لتطوير هذه الأعمال على مستوى الدولة وإن شاء الله الجميع سوف يساهم في حل هذه المشاكل بطريقة أفضل بالتعاون بين خنقول الجهات الشعبية والحكومية بشكل كامل الدكتور حسن كمال عضو المجلس البلدي كل شكر والتقدير لك شكرا لكم مجاهدين الكرام وصلنا معكم إلى الختام نستودعكم الله ومع السلام اشتركوا في القناة